حبيب الحلوين اكشن رومانسي بجد قصة هتعجبكم يلا بسرعة خلصوا الحلقة هنا وروحوا بسرعة شفوها ويلا بينا نخشع القصة على طول رغم قلم صهر وما كانتش قادرة تتكلم لكن اتحملت على نفسها وعادت كلمتها طلقني يا عمار اباد عني انا بكرحك وبكرح كلها لتزايد كيف هي كده وصلنا للنهاية صهر انت مش فوعيك بلاش ارجوك تتكلمي كل الشيء هي تصلح انا مش مصدق اكيد بغدير وفي اسناء الكلام دخل علاء للبيت وشاف الجميع ونخض بشدة ساعة ما شاف صهر وقع على الارض وبتنزل وعمار جنبها بيحاول ان هو يشيلها لكن هي بترفض وبتبصي العلاء كأنها مستنية ما جيئه وبصلها علاء وهو بينهج بلهفة وقرب منها وانحنى وهو بيقول سيبها يا عمار ثابت صهر نفسها وغابت عن الوعي وشالها علاء بسرعة وسبق عمار اللي قلبه بينزف ألمان وراح فتح لها العربية اللي قلبه بينزف ألمان لانه نفسه يشوف صهر بتفتحينيها مرة تانية فتح عمار العربية العلاء ودخل علاء وصهر ويركب عمار العربية وسق بسرعة وبعد ينالق بيقوله قولي مين اللي ضرب صهر بالرصاص لازم يتعاقب على جريمته ما تخافش هيتعاقب بس المهم دلوقتي هي صهر بس ايه اللي رجعك نسيت تلفوني وكنت جاي أخده بس اقولي مين اللي ضرب صهر بالرصاص سوء تفاهم احكي لك عنه بعدين بس صهر وبص علاء لمكان النزيف عنده صهر وقال واضح جدا ان الرصاصة مخترقتش الأمعاء واكيد صهر أغم عليها من النزيف صرع العربية ونول نشاطة الإسعافات نولها لبسرعة اللي معك في العربية هحاول أوقف النزيف حطت حكمة إيدها على قلبها وهي حسب ألم بيشد عليها ولحظت خديجة طايل لون وشها وقالت حج حكمة أطلب لك دكتور وشك أصفر كده ليه صهرها تبقى كويسة ادعي لها وقومي معي دخلك قطك ترتاح وبصت حكمة على غدير اللي كانت قاعدة جنبي في ريال واللي اتنين بيبصوا بشماتة وبيتمنوا عدم رجوع صهر وفي ريال اعتقدت ان ده السحر المشعوزة ان هو اجع لها بفايدة وان صهر طلبت الطلاق قدام الكل وقالت انها بتقره الكل وياريت انها تفارق الحياة وتقسر قلب عمار وغديري التانية وهي بتفكر من يوم رفض عمار لها وانه أعلن حبه لصهر وهي ما بتتمناش انها ترجع للبيت مرة تانية لكن عليا كانت قاعدة بتبكي هي واسماء ودخل يوسف عليهم وقال خير يا جماعة فيه ايه ايه اللي حصل ماما قالتلي انا بكلم اسماء قولها على شوية طلبات تجيبها معاه وها جاية ردت عليها وهي بتعيط ولما سألتها ما فهمتش منها حاجة وكانت هتيجي بس انا قلت لها خليكي وانا روح اشوف فيه ايه قولولي فيه ايه فين عمار وردت حكمة تعال ايه يوسف خد بيدي ودي نقص وراح يوسف لحكمة ومسك ايدها ودخلها وقال لها ايه اللي حصل كله بسبب غدر وعمائلها السود مش عارفة كان فين عقلي يوم ما طلبت من عمار اني يتجوز لكن الحمد لله ربنا لطف وبعد النصب عنه مش فهم قصدك ايه اللي حصل وفين عمار وكمان صهر مش بينه وفين عم مهدي هو وعم سليمان سليمان خلص ما بقى شفع بسبب فريال وغدير ام قلب اسوي عمك مهدي في المكتب مع سليمان اللي طول الوقت على اقل كلمة يطلع السلح ويهدد بيه بس المرة دي ماهددش بس لا كمان ضرب صهر بالرصاص وزوه اللي يوسف وقال جرالها ايه عمك مهدي ضربها بالرصاصة جات في بطنها وعمار وعلا خدوها المستشفى من شوية اتصل على عمار شوف ايه اللي جرر صهر انا وخديجة بنطلبه مش بيرد والساعد يوسف حكمت انها تعود على السرير وسبها ومسك تليفونه علشان يطلب عمار لكن فضل يرن مرة وردت تانية وما ردش افل يوسف تليفونه وقال بيرن وما بيردش برضه يمكن نس الموبايل في العربية هروح اشوف عم مهدي واسيبك ترتاحي ومنين الراحة هتيجي سهر من يوم دخلت البدة وفي الريال متطهضة وكمان غادر الليلة خلتها تطلب الطلق من عمار قدامنا كلنا بتقولي ايه حكت لي حكمة كل اللي حصل يحقلها انا نفسي كنت في الاول بشد عليها وبقول عليها دلوع بس والله ما فيش اطيب من قلبها وبتنسى الاسية ومن يوم ممرض كانت تحت رجلي وهي كانت بتحافظ على مواعد علاجي حتى لو بعيد كانت تتصل عليها وتفكرني بس كنت ساعد بضغز منها لما كانت تقولي انت زيتي تأمنا ورغم ألاقي يوسف لكن ابتسم وقال ان شاء الله صاهر هترجع معه يمكن قالت كده هلوسة منها والطميني الخبر الرضي مش بيستنى وبيوصل لصحبه ارتاح انت وانا روح اشوف عم مهدي لو عمار رضى عليك ابقى طميني انا مش هنام انا هقوم اتوضى ودقى لصهر بالشفى والهداية وابتسمي يوسف ودعي لي كمان يلا تصبح على خير خرج يوسف لحديقة المنزل وحاول الاتصال على عمار اتنرفز يوسف وبعد ان رفع رأسه للسماء بيتأمل النجوم الصفية وما حسش باللي جات وراه وحطت ايدها على كتفه واتدور لها ورسم ابتسمة على وشه ولفحت وها وحضنها اتنهدت اسماء وقالت غدر اختي طلعت غلوية اوي مش عارف اي سبب الحقد اللي في قلبها لصهر وكمان ازاي تقول كده على عليا عليا دي اختها وعمرنا لنا ولا عليا زعنها بحاجة حتى كلنا كنا عارفين بقصتها مع وائل وسكتين رغم اني حذرتها بس هي ما رجعتش عن اللي في دماغها غلما اتجاوزته طب ليه تعمل كده دلوقتي بدل ما تحمد ربنا انها اتجاوزت الشخص اللي حبته بسبب عمار بس يوسف دماغ اسماء وقال لها في نوعية كده هدفها في الحياة انها تنكد على غيرها وهلبها الاسود في يوم هيدفعها التمن وعليا فين دلوقتي علي احسنها مصدوم سواء من بابا او من غدير كمان وخفع على صهر مش مبطلة بك اديتها حب بيت منوم تفصل علىها شوية لا يجرى لها حاجة كويس اهو تلتح شوية على ما تصح يكون جانا خبر من نيحد صهر انا كمان امرت واحدة من الشغالين تعمل لمون وتحط فيه منون وتؤديه لعم سليمان هو كمان محتاج يرتاح ويهدى شوية ونوم افضل اللي يرتجي بجناية تانية ويقتل لنا غدير وحماتي اسماء انت متأكدة انك انت وعليا ولاد فريال وسليمان لا يكون لقوكوا جنب الجامع ولا حاجة وقالوا يكسبوا فيكوا تربيةكم سواب بتهزر في المصيبة اللي احنا فيها دي على رأي المسأل اللي بيقول الشر البلية ما يضحك وانا حاسس ان حالة صهر مش خطيرة بس الخطير فعلا لو اصرت على الطلاق هيبقى بالنسبة لعمار كارسة وفي الوقت ده حست اسماء انها عايزة ترجع فحطت ايدها على بقها وسابت يوسف ودخلت البيت بسرعة وتعجب يوسف لكن فكر انها مش اول مرة تحس بالشعور ده هل اسماء حامل للحظة خاف انها تكون حامل وتجهد بعد مدة وتبدأ معانتها مرة تانية وفي المستشفى المنصورة الخاصة كان عمار وعلاق وقفين بالممر قدام قوضة العمليات وكان علاء لحد ما هادي لكن كان النار والقلق بقلب عمار رغم انه تأكد من علاء بان حالة سهر مش خطيرة لكن ما زال القلق في قلبه وبتيجي في باله صورة سهر وهي بترفض مساعدته لها وطلبها للطلاق وانها بتقوله بتكرهه وفضل يفق هل فعلا هينفز لها اللي هي عايزة ولا هيشتري الهبيت وياخدها بعيدة عن منزل زيت وتبقى في هي لوحدها وفي أثناء الوقت اللي هو بيفكر فيه اتفتحت باب قوضة العمليات وخرج الدكتور ببسمة وقرب من عمار بسرعة وقال الحمد لله التعامل المبدئي مع الطلقة ومحاولة واقف النزيف سهلوا علينا العملية والمريضة هتخرج لقوضة عدية بس مش هتفوق غير على الصبح والفضل في سهولة العملية طبعا العلاء اللي تعامل بحرفية مع الإصابة بس أنا مضطر بلغ أمن المستشفى وهو يتصرف حتى لو كانت الإصابة مش خطيرة فهي في الآخر بسبب رصاصة اللي يهمني سلامة صهر وان كان عن رصاصة فأنا عارف مين اللي ضربها ويعقابه هو اللي يكون على إيدي بس لو حضرتك عاوز تبلغ ما عنديش بانع بس ممكن تستنى لما صهرت فوق وهي اللي تقرر وصدقني وقرارها وقتها مش همانع فيه وبس الدكتور لعمار وبعدين هزع لقراسه بالموافقة اللي قرر عمار وتناهد الدكتور وقال تمام هستنى لحد ما المدام تفوق وهي صاحبة القرار وده بس علشان خاطر علاء لأنه متضرب معنا هنا بالمستشفى وعندي ثقة به متشكر يا دكتور واتطمن أنا بمجرد صهر مدفوق وتقرر هعرفك تمام يا علاء أنا عندي ثقة فيك ومرة تانية الحمد لله على سلامة المدام ومشى الدكتور وفضل واقفة علاء وعمار مستنين خروج صهر من قوضة العمليات وبعد دقايق قعد علاء وعمار بالقوضة الموجودة فيها صهر وتكلم علاء وقال أظن الدكتور طمنا على حالة صهر يا ريت بقى تقولي مين اللي ضرب صهر بالرصاص قلتلك سوق فهم ما أنا عارف إنه سوق فهم بس ما عرفتش مين مين وقعد يفكر عمار إنه هو يقول لي علاء ولا لأ لكن بالنهاية علح علاء وحكى لي علاء كل اللي حصل معد طلب صهر للطلق أمام العيلة كلها وتعصب علاء وقال وطبعا أنت زي عدتك صدقت الكتبة ولمت صهر وما تعجبش عمار فممكن إنه أخته فطفضت لي قبل كده ورجاء تكلم علاء وقال تعرف إنه مفيش مرة صهر اشتكت لي منك رغم حاسس إنها محتاجة فطفض أنا سمعتك يا عمار ليلة إجهاد صهر وإنت بتتكلم مع يوسف وعرفت إنك خدت صهر بالغصب عارف إيه اللي سكتني الندم الندم اللي حسيته في صوتك لما كنت بتحكي ليوسف أنا ما كانش أقصد إنه أستنت على حدثكم ولا حاجة ده كان كله قدرا وكمان عرفت بالقدر من صفية زميلة صهر إنك منعتها من مرواح الجامعة بسبب غيرتك من حازم بس صهر إنت ما فهمتهاش كل فهمك إنك تحكم وبس وسوء الظن منك يا عمار أنا صهر بالنسبة لي مش أخت الصغيرة لصدقتي وأختي وأوقات بحسها زي بنتي وملاحظ من يوم ما رجعت من أسوان صهر لما بقعد معها بتحاول تتهرب من إجاباتي على أسئلتي وبالذات عنك وتعجب عمار وحس بالندم إنه ما بلغش صهر قبل كده أنا علاقته بخديجة خوفا منها إن هي تتكلم مع أحد وفضلت راس عمار تودي وجيب وفي الصباح الباكر صحت نوال من النوم بعد نوم متقطع بشوية وبعد الهلاوس وقامت من السرير وراحت لقودة علاء وملقتوش ففكرت إنه هو لسه في المستشفى ومرجعش وراحت توضت وصلت فردها وراحت للمطبخ علشان تحضر فطر وبعد وقت خرقت من الشقة وقالت لها نوال صباح الخير صباح النور يطن صهر إزايها تومنين عليها بقت بخير ليه هي صهر ملح هو علاء ما قالش لحضرتك ولا إيه دخدها المستشفى هو وعمار برح بالليل وما نعرفش في أي مستشفى وكنت جايس أل حضرتك جابت نوال بسرعة التليفون وطلبت علاء وما ردش طلبت عمار ورد عليها صهر ملح يا عمار صهر بخير وإحنا في المستشفى أنا وعلاء معها اتطمني وهي ما فيش قدامها وقت واتفوق هي ملح إيه اللي حصل له طب قل له انتو في أين هي مستشفى قل لي وقال لها عمار على اسم المستشفى وحب يطمنها وبيقول لها صهر هي بتفوق اتطمين حضرتك ما سفت الطريق وكن عندك وقفلت نوال التليفون وبتتصل بسرعة على مونير لكن تليفونه ما كانش في شبك وقفلت التليفون وكانت ماشية بسرعة لكن وقفتها غادر وقالت قريطانت زي سهر ومش عارفة نوال هي اللي مش حصة بالروحة مع غادير من ساعة دخولها لبيت عطوة زي ما سمعت عمار قال إنها كويسة ورى بتفوق عن اذنك ومشت نوال رغم إنها سمعت سؤال غادير عن اسم المستشفى الموجود بيه صهر لكنت جهلت الرد عليها همست غادير وقالت شكلك ولي حرباية وبنتك بسبع أرواح مش عارفة للرصاصة مجد شف نص راسها كنا خلصنا روح تشوف إيه اللي حصل لها هي اضطرها تطلب الطلق تاني ولا هترجع مع ساعة عمار وإضحك عليها بكلمتين ولا هيقول سهر حبابتي وقف المستشفى لاحظ علاء علامات الفوق على سهر وابتسم وقال سهر برقت فوق وراح وقف جنب سرير سهر وبيلاحظ بربشت عين سهر وحركت راسها وبعد دقيق فقت سهر كليا وابتسم علاء ومسك إيدها حمد الله على سلامتك يا سكرت وابتسمت لي رغم شعورها البسيط بالألم لكن رجعت قشرت بسرعة لما سمعت سوت عماروه وبيقول حمد الله على سلامتك يا سهر غمضت سهر عينيها وبعد انفتحتها تاني وقالت سبني الواحد مع عمار دا اي يا علاء سمع علاء كلام سهر وخرج من القوضة وبتسم عمار رغم عنه وقاعد جنب سهر على السرير ومسك إيدها حمد الله ومكملش كلامه حين قطيته سهر وقالت استوك لا حد هنا يطر سهر هتقول الى عمار هل هتصمم على الطلاق ولا عمار هيتحكى لها بكلمتين زي ما غادير بتقول ولا علاقتهم هتخلص على كده كل دو اكتر هنعرف الحلقة الجاية استنونا ولا وصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعمنا بالليك ويروح بسرعة بسرعة على قناة حكاية هنا يشوف القصة الجميلة دمتم في امان لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته